خلونا دلوقتي نستعرض مع حضركم جولة سريعة أو جولة مرية وهنبص على شوارع القاهرة ومحافظات دلوقتي وخصوصاً إن الناس بدأت تنزل هنبدأ جولتنا من القاهرة اللي شاهدت مبارح بليل كثفات مرية نتيجة تجمعات الأمطار لكن تم سحب كل الكثفات ورفع كميات الأمطار بمعرفة شركة مياه أشرب وصرف الصحي لعدم التأثير على الحركة لو بدأنا جولتنا بشوارع القاهرة وهنبدأها معاكم من كبل أكتوبر المتجه لمنطقتين رمسيس وغمرة هنلاقي فيه سيولة مرية أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثفات بسيطة بتزيد ما ساعات الضروة الصباحية لو تبعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثفات مرية نسبية في الوقت الحالي هنفضل مكملين لحد كبري رودة هناك برضو بعض الكثفات كمان بتظهر كثفات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو ده بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثفات للمتجه إلى شارعية عباس العقاد وكمان ظهر الكثفات أعلى دائر المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقالين ظهر الكثفات بشارع صلاح سالم والطيران ده بالتزامن مع دخول الموظفين لما من الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصال هنكمل جولتنا معاك ونروح لشوارع الجيزة ناخد بالنا أن محافظة الجيزة أعلنت عن إجراء غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات تحديدا بالمنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري وده المدة 3 شهور بسبب بعض الأعمال الانشائية وتم إجراء بعض التحويلات المريم بفكر حضركم أن الطريق الدائري كمان القادم من أكتوبر لسه مغلق كليا والقادم من مدينة إساد اسم الأكتوبر تم تحويل الحركة المورية من الطريق الدائري لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الأسكندرية الصحراوي واستخدام محور 26 يوليو أو محور رود الفرج وكمان فيه برضو طريق السياحي وهو طريق مميز جدا دلوقتي بدينا عن الطريق الدائري اللي جاي من طريق الواحات ناخد بالنا كمان أنه تم غلق كلي لمنزل كبري أحمد عرابي في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري وتم إجراء بعض التحويلات المريم وده مستمر حتى 28 يناير كمان تم فتح ميدان سفينكس تجريبيا وده ساهم في تقليل حجم الكثفات اللي كانت بتأثر الصبح على شارع جمعة الدول العربية وبيسبب بعض الكثفات وعلى الطريق الدائري انتظمت الحركة المورية على دائري المريوتية للمتجه من محور 26 يوليو حتى طريق الواحات وطريقي الأسكندرية والفيوم الصحراوي حتى حضائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرمية لو كمننا جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثفات مورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات ظهرت كثفات بمنطقة مشعل وكثفات من شارع العشرين حتى الطلبية وفيه كثفات المتجه إلى كبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين كمان ظهرت كثفات أخرى بشارع سودان حتى جمعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بلاء ومبابة لكن بالنسبة لمحور صفت ففيه كثفات مورية بتزيد في الاتجاه إلى جمعة القاهرة هنروح معاكم لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي بتظهر كثفات مورية بطريق اسكندرية الزراعي ده بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة حتى الطريق الدائري واللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد انتهاء أعمال توسعة الطريقة وبشهد الاتجاه الآخر كثفات متقطعة دواست متبعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثفات مورية هتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات لكن القادم من الزراعي متاجه للدائري سواء الجيزة أو المرج في سيولة مورية معدى بعض الكثفات البسيطة لكنها غير مؤثرة بشكل كبير بالنسبة القادم من منطقة الدلتا مستخدمة من طريق شبرة بنها الحر ومتاجه إلى مناطق شرق القاهرة والتجمع بيفضل استخدام محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد بشبرة خيمة نكمل جولتنا المورية ونروح بور سعيد وتحديدا من شارع أوجينة هنلاقي هناك سيولة مورية ولو نكملنا هنروح على شارع جمال عبد الناصر اللي بيشت كثفات نسبية بسيطة هتبدأ تقلل حد ما نوصل لشارع 23 يوليو هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مورية ومن طرح البحر هندخل على شارع الجمهورية اللي فيه كثفات مورية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع وبكده أخذنا حضراتكم النهاردة في جولة مورية في معظم محافظات الجمهورية هلجع مرة تانية لمصطفى وبسانت علشان نبدأ معكم في قرات سبعة أخير يا مصر